فانا كاني عم شوف انو الشخص اللي انتو معو كانو عندو سفر قصير لانو طاقة السفر طلع لكم وكانو هالشخص اللي انتو معو عم يعمل شغلات من وراكم فطالع عندي طاقة الساحر وكمان ممكن يكون في عندكم اولاد لانو طاقة طالع عندي في اولاد هون في ناس متزوجين في اولاد ثاقة الساحر يعني اللي بيلعب اه مبين عندي انو في طرف تالية موجود معكم اه كانو الشخص اللي انتو معو اه عندو علاقة مع واحدة تانية او العكس عنده علاقة على حسب الشخص اللي بيشوف الفيديو او بتحاكي حدا من وراك او هو بيحاكي اه عم شوف في مشاكل عند ناس اه في اوراق بيناتكم وكأنه الزواج ما مر عليه وقت طويل بس في علاقة يعني بشوف العلاقة اولادية موجودة بالموضوع في ذلك عندي ورقة طالعة يعني طالعة الانتقال من بيت لبيت ما في انتقال ما من ورقة طالعة عندي مقلوبة يعني في مشاكل اه كأنه زوجك عم يعمل شغلة من وراكي حرام هالشخص هذا انت راح تسمعي اخبار جميلة او جيد عن هذا الشخص لاني بشوفك هون انت عم تدعي بتدعي له بالتيسير بس الشخص اللي انت معه كأنه غاوي مشاكل كأنه في شخص بيناتكم هالانسانة ممكن تكون ووحدة حلوة وبيضة وكمان في عنده فلوز كأنها بدها تأخذ مكانك وكأنها هي سبب هالمشاكل بس عندي هون في اخبار حلوة راح توصلك لانك انت عم تدعي عندي انت عم تدعي الله مشان هالشخص ومشان يحل هالمشاكل اللي بها العلاقة الثلاثية بس ما مبين عندي انه يعني مش راجل متزوج باثنين كأنه في طرف ثالث موجود عم شوفك عم تدعي الله مشان هالعلاقة ومشان يكون في عدل انت عم تطالبي بالعدالة مشان تحافظي على بيتك ويرجع عليك زوجك كما كان بالاول بدي اياك تشوفي انا قلت خليني شوف شو راح يطلع معي طلعي شو طلع عندي طلع عندي في واحدة عم تعمل فتن وعم تطلع على عتبة بابكم وكمان هالرجال كأنه عم يعمل مشاكل عم يطلع عليها عليها في ناس طالع عندي كأنه ازواجهم برا وعم يعرفوا وراهم مرة تانية كمان في ناس عندهم انتقال من بيت لبيت ولكن حب تشرك انه في عندك في استجاب الدعوة في دعاء مشوفو في استجاب الدعوة كل شي راح يصير منيح بس حب بشركم انكم عندكم استجابة دعوة وفي عندكم انتصار راح يكون عندكم انتصار كمان في عندكم اخبار حلوة راح تسمعوها واللي في عنده اوراق يعني معكوسة فيها عكوس او شيء الامور راح تمشي مزبوط كذلك في موجود عندي مشاكل حكومية راح يصير فيها راح تتيسر الامور والشيء اللي واضح عندي انه في عندكم دعوة راح تستجاب كذلك عم شوف ناس وصلوا للمحاكم برغم من انه الامور يعني هاي الشخص اللي كان بناتهم ما عاد موجود بس كأنه نوصلوا للمحاكم والامور راح تكون منيحة لانه فيها طالع عندي ورقة الاخبار الجميلة طالع عندي ورقة الاخبار الجميلة طالع عندي في زوج كمان الناس اللي كانوا متزوجين ونفصلوا هي عندي ورقة انه راح ترجعوا لبعدكم ورقة الاخبار الجميلة وكمان عندي ورقة الحظ طالع على الكون هذا كان بالنسبة للناس لهالقراءة اللي طلعت لي هالسيناريو اللي طلع الاول الحين اشوفكم على خير الحين راح اعمل القراءة العاطفية للبقية للسيناريو التاني المرتبطين المنفصلين الارامل العازبين القراءة العاطفية اكيد لبرج العقرب لشهر اغسطس قراءتك عجيبة لبرج العقرب فنحن برج العقرب حنشوف اخبارك ايه اخبار الحبيب ايه وانتو اللي اتنين تحسين بايه واحوالكم ايه خمس فانتو طالع لك يا كارتة العقرب راح اقرأ كروت النصيحة لانه عنده علاقة بالقراءة بيقول لك انت محتاج تسبها على ربنا لانك بتفكر كثير وكمان في عندك كارتة تاني بيقول لك اه اه تقدم لانه انت مش باسس حواليك انت مش قادر تشوف بروحك الداخلية ومش قادر بهالسبب هذا تفهم الرسائل اللي بتوصلك فكمان طالع عندي كارت بيقول لك انت المعجزة لان ربنا خلقك في شكل جميل وحتلاقي المعجزة فقط عندما تتركها على ربنا يعني انت هتلاقي الشي اللي بدك اياه بس عندما ستتوكل بشكل مطلق على ربنا كذلك في عندك كارت بيقول اي حاجة مجي على هواك يعني اي حاجة مجاتش على هواك ومعطتكش السعادة يعني مش مديك السعادة ابتعد عنها لانها مش هتخدمك كلوقتي فانا شايفك يا برج العقرب انك عاوز تعمل رجوع مع الشخص لانه واضح انه سابك ورحل او سافر شو مشكلة طاقة السفر عندك يا برج العقرب يا برج العقرب طاقة السفر للمنزوجين طلعت لورقتين من اول القناة ما علينا سوف يكمل لانه واضح انه ممكن يكون سابك او رحل على شغل او سافر بصراحة الشخص ده بيفكر فيك اوي وفي خطط في باله مشانك وبيحبك كمان بس هو عايز وقت عشان كل حاجة تكون متوازنة فواضح عندي الشخص ده انه محبكها شوية كذلك طالع عندي انه كأنه شخص روحاني جدا وعايز يدور على حقه كأنه بيدور على التوازن على العدل وحقيقة هو شايفك يعني بيشوف انه قلبك مكسور صراحة لانه بشوفه انه شخص روحاني جدا كمان بشوفه انه حدا بعد عنك وحاليا انتو ما بتشوفوش بعض يعني بشوف فيه مسافة فيه تباعك بيناتكم لانه طلع له كرقين في هالموضوع الشخص ده يا برج العقرب كمان قلبه مكسور وكشايفك كمان مكسور وزعلان وحزين وانت زعلان كذلك مواضح انتو اللي اتنين قلبكم مكسور ممكن تكونوا مكسورين من بعض او من اماكن مختلفة بس الشخص ده يا برج العقرب بيحبك حب حقيقي وهو حاليا بيصلي وبيعمل ميديتيشن عشان يطلع من كسرات القلب رغم انو بطيء لانو بياخد وقت بيحب ياخد وقت الشغلات بالتفكير اما اذا كان هذا حب جديد فانت يعني حب جديد لسه من فترة فانا شايفة انو انت حاسس انو الشخص ده مش مهتم بيك وبيخدعك لانو طالع عندي ورقة في درب في الدهر لانك انت شايفه انو هو اللي بيضربك برد النظر انك شايفه انسان مسكين وضعيف ومش مفهوم ومش واضح كمان ممكن تكون شايفه انسان بيشير جواه كتير وما بيتكلمش وبيخبي انا بظن ممكن يكون محتاج مساعدة لكن هو ما بيبينش وبيعمل حاله جامد وقوي وكده بس هو بين انو بيحبك ولكن هو لابس المص كده عشان ما يبين لكش مشاعره كذلك انا شايفك يا برج الاقرب انت مهتم بحياتك ومركز بانجازاتك وحياتك وعم تعيد اوراقك بس كمان بشوفك في عندك حنين لهذا الشخص وعايز تنقذ هذا الشخص كمان كذلك كأنك محبط او يائس وبتفكر كثير كأنك بتقول انو الانسان ده مخبي عني حاجة بيعمل حاجة من وعايا لانو فعلا الشخص ده مستخبي وبيحاول ما يشوفكش كأنو عاملك بلوك يعني ممكن يكون عاملك بلوك او قابل عليك السوشيل ميديا او ممكن يكون هو مش عاملك بلوك بس ما بيعرض شي حاجة في حساباته يعني هو موجود بس ما بيعرض شي في السوشيل ميديا تبعا و ولكن عندي فعلا هو متباعد وانت مكتشوفوش لانو هو مشي للامام فممكن يكون سابق او نقل لمكان تاني لاني بشوفه فعلا مستخبي هو شكل زعلان وكمان قلبه مكسور وهو كذلك عارف انك انت الحب الحقيقي ولكن هو زعلان لانه هو كمان قلبه مكسور صراحة انا عم شوفه الشهر ده حيعمل حيعيد حساباته و حيعمل استشفاء وحيكون ده الشي اللي مركز عليه وحيقضي وقته في الصلاة والتبكير والميديتيشن ولكن انت يا برج العقرب محتاج متفكرش في الماضي كثير لانه في طالع عندي ورقة بتقولك انت نفسك المعجزة فاذا انت عم تفكر كيف ممكن تتحل المشكلة هذي واذا ممكن تتحل او لا فاجتك رسالة يا برج العقرب بتقولك ربنا بيعمل المعجزات وانت نفسك معجزة يعني بظن ان الورقة ده ما طلعت لك شي صدفة كمان طلعت لك ورقة بتقولك كل حاجة انت محتاجها واي شي انت محتاجه فقط لازم تسيبها على ربنا let's go وما تحاولش تتفكر في النتيجة بتاع الموقف ده هتكون ايه تيب الموقف ده على ربنا هو حيدبرها يعني انت متعدش تتفكر الموضوع غينتيب ايه شو اللي رح يصير لا الموضوع غينتيب الطريقة اللي ربنا حيشوفها مناسبة فارتاح والامور هتمشي كما تريد لما انت مش هتفكر في الامور بي هتنتيب ايه هنا بيقولك انت لازم تتق في روحك الداخلية اشان الرسائل اللي تأتيك التي تأتيك من ربنا او الملائكة تقدر تعرفها الرغم من اني شايفك هنا في طاقة الكونسليشن يعني انت عاوز ترجع للشخص ده ولكن انت شايفو انو مشي الامام متباعد او نقل لمكان تاني يعني ممكن يكون راح لمكان تاني فممكن تكون شايفو عيندي لحد ما بس كمان انت شايفو انت ضعيف وحاسس انك انت قلبك مكسور يا برج العقرب على فكرة انت فاهم الشخص ده بشكل مضبوط فانت فاهمه مليح ولكن هو حاسس بيك ومش فاهمك لان الانسان ده حياته مثل خبطه كتير واضح انو اخد وقت بيحاول يعيد تنظيم حياته يعني هو حاليا بيفكر في كل حاجة يزبط كل حاجة في حياته وينظمها فانه هو داخل في مرحلة التوحد مش بسببك انت وهذا مش بيعني انو مو بيحبك الشخص ده بيحبك بس هو عاوز يعيد حساباته ويصلي ويعمل ميديتيشن ويعمل شفاء لنفسه هو شايفك انك زعلان منه وشايف انو مش الوقت المناسب عشان تعمله توافق الشخص ده بيظهر انو كل شي تمام كل شي مزيان زعمه فكأنو انتو اصلا لما التأيتو كان قلبكو مكسور انتو الاثنين يعني ممكن فالشخص ده دايما او على طول بيبين انو كل شي منيح كل شي جيد يعني انتو بتسمع انو كلام منيح كويس بيضحك ولكن حقيقة هو قلبه مكسور بالرغم من انو يبين العكس فخلال هذا الشهر الشخص ده جياله حاجة منيحة انو حيبتلي فكر مضبوط وحيعمل شفاء من هذا القلب المكسور كمان هو حيكون عايز فرصة معك طالع لي ورقة انو حيحلم بيك خليني شوف شو حكاية الورقة الشخص ده حد جيه فرصة انو يتخلص من البعاد اللي بينكم وبصراحة طالع لي ورقة انو حيحلم بيك صح فالشخص ده صامت طالع عندي صامت فممكن تكونوا عم تتكلموا روحيا او فيها واحد منكم بيعمل تجادب بالطاقة لانو الشخص ده حد جيه رسالة في الحلم انو يتكلم معاك وحيبقى في بينكم تواصل فهو يمكن محتاج مساعدتك او انت محتاج مساعدته فانا شايفاك يا برج العقرب انك هتكون متوازن وحتمد ايدك للمعونة للشخص ده هتعمل توازن هتعمل كده لانك شارف انو الشخص ده متل اخبط وحياته متل اخبطها اما اذا كان الشخص ده زوج وزوجة وفي بينكم مشاكل حول ماديات مثلا حضانة اطفال نافقة فانا بشوفك انت اللي هتزبط الامور يا برج العقرب او حتى اذا كنت مرتبطين في دائقة مالية هو حزين وانت هتساعده طال عندي انت طيب يا برج العقرب كتير انت هتساعده في حاجة عشان الازمة اللي هو اعمل مر فيها انت هتعمل هذا الشي برغم من انك حاسس بشوية احباط نفسي من هذا الشكل واخد على خطرك منه انه مثلا موضحش الامور من البداية او ممكن سابق ومشي اختفى وطالع عندي انك هتعديها وحتكون كريم اما اذا كانت بينكم مشاكل مادية فانتو هتتفقوا والاتفاق هيجي منه اكتر يا برج العقرب اما عاطفيا ففي حاجة هتصير هتخليه ينتبه ويفوق ويعيد التفكير صح وحقيقة الشخص ده بيحبك اوي وحيبقى بينكم توافق هتشوف لك هتدكر كمان اخبار الجميلة طالع لك تخلي الحب يزيد وينمو في كل مكان باين ان الشخص ده شايفك الحب الشخص ده شايفك الحب بس انا بشوفك كأنك انت شايفه انه خدعك كأنه عمل شي زعجك زعلك بس الورق بيقولك اذا كنت مستني الحب الكبير الحقيقي فدي فرصتك فترك الحب يتجلى لان الوقت اجا عشان تستمتع بالحب بتقولك اسمع لروحك الداخلية واسمع لقلبك واتبع الخطوات اللي هتجي لك وانت هتكون سعيد فانت محتاج تطلع من التفكير من التفكير بالخداع وتسامح نفسك واللي حواليك لاني ده الحب الحقيقي اللي انت مستنيه باين عندي انكم هتتفقوا لكن بالاكتر الاتفاق هيجي منك يا برج العقرب الحين رح اقل لكم الابراج اللي ظاهره عندي باين عندي برج الجوزاء برج الميزان هدول واضحين عندي كتير عندي فيه طاقة كبيرة طاقات مائية يعني انتو ازرع بس فيه طاقة مائية كبيرة طاقة ترابية تور عزراء جلي يعني ممكن يكون في طاقات تانية بس هدول الطاقات اللي مبينين عندي يعني هذا اللي شيفاه فربنا معاكم يا برج العقرب قولوا لي ايه اللي حصل انتو ليه قلبكم مكتور ربنا معاكم واشوفكم على خير وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعالوا زر الجلسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة